هذه سواحل منطقة رخوت بمديرية المسيلة البوابة الغربية لمحافظة المهرة والتي تعرف بوفرة أسماكها وتنوعها ما جعل أغلب أبناء هذه المنطقة والمناطق المجاورة يعملون في مهنة الصيد وعلى الرغم من المميزات العديدة والأهمية الكبيرة لسواحل وبحر منطقة رخوت إلا أن الصيادين يواجهون مشكلات عدة تسبب لهم المعاناة أهمها غياب الاهتمام بمركز إنزال الأسماك بجمعية رخوت للصيادين الذي تم بنائه في أوائل التسعينيات من القرن الماضي الموقع يحتاج إلى صالة، يحتاج إلى طريق، يحتاج إلى مصنع ثلي وأنا أريد أن تحسن ما تشوفه، الموقع غير لايق لأي عازلة، لأي حسن ما تشوف المركز عبارة عن مبنى صغير ومظلة للصالة، مصنوعة من سعف النخيل حيث لم يتم ترميمه أو تجدده منذ فترة طويلة الأمر الذي يراه الصيادون معضلة أمامهم حيث تتعرض الأسماك للتلف وتكبد الصيادين خسائر جراء تعرضهم لأشعة الشمس نعاني بعض المسافة بخطوط لأن الطريق معورة وصعبة علينا دخولها إلى الصالة الحرائي ومدقة رخوت، والآن نريد المساعدة بسفلتها للجمعية رخوت فيها دين كدعم لها يعتبر للناس الذين وافدين من بعيد أو مقريب من ناحية دخول الجمعية وقد أدى الوضع الراهن للبلاد إلى مضاعفة معاناة الصيادين ما جعل ترميم المركز من قبلهم أمر صعب في ظل ارتفاع أسعار المشتقة النفطية وأدوية الصيد هذه الجمعية جمعية ترخوت يمكن خمس وعشرين عام قدها ولا شيء معنا مدادات فيها كده يعني الناس يشوفهم فسهم أنه فيه تطور من الدولة والدولة الناس يعانوا صيادين من وايد في هذه الجمعية معنا من ضلات من محلات معنا مواقع للصيادين حول الجمعية وما جمعية ومسأة والطريق تعبانة معنا ماشي طريق كل السيارات تلعب ومنحنا نريد من الله ومن المسؤول الذي يودي لهذا الشيء معنا وبيحس أن الناس معنا فيه خير معنا لهذا المنطقة وهذا الجمعية معاناة الصيادين هذه تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة في المهرة لمساعدة الصيادين في الحفاظ على مصدر دخلهم أحل مشكلة مركز الإنزال السمكي وترميمه ليعود بالنفع على الصيادين ويحفظ بضاعتهم من التلف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر